استشهد وأصيب نحو ثلاثين مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء قصف صاروخي شنته ميليشي الحوثي مساء أمس على قرية العمود في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب وقال موقع محافظة مارب الحكومي إن ميليشي إيران الحوثية قصفت المنطقة بصاروخين باليستيين ما أسفر عن استشهاد وجرحي 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال يشار إلى أن الهجوم على قرية العمود بالجوبة هو الثاني خلال أقل من أسبوع حيث استهدفت الميليشي في وقت سابق منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال